الحب كما قلت لكم من حيث هو حين يشتغل عموميًّا شموليًّا العجيب أيضًا أن أهل الدراما وأهل السينما والتلفزيون يعني الأفلام وأهل الأدب والشعر كلهم فاهموا هذه المعنى الذي لنا فهمه نحنه كلهم فاهموا تشوفوا المحب حين يحظى بلحظة وصال حقيقية مع من يحب يعودوا ينضح بالبهجة بالسرور يعانق العشب ينام على بطنه يعانق الأعشاب إذا رأى الشجرة أو دوحة يعانقها رأينا عبد الحليم رحمه الله فنان المصر الشهير وعاد في فيلم مع شادي عاد على البسكاليت وقد حظي بهذه اللحظة التي لم يكن يتوقعها وينادي بصوت الرخيم يقول يا إخواني أو يا أهلي يا إخواني يا جيراني أنا أريد أن أخذكم فحضاني أنا أريد أن أخذ العالم معناها حين تنجح أن تحب أحداً لا تستطيع إلا أن تحب ماذا؟ الكل فإذا إما أن تحب وإما أن لا تحب لا خيار لك إما أن تكون كائناً محباً وإما أن تكون كائناً بغيضاً مبغضاً ديننا رسالة حب الدين الإلهي كله من حيث هو دين موسى دين عيسى دين محمد هو دين حب خذوها حجة جديدة جادروا بها الملاح ذات لتعمقوها الحب نفسه تيل على أن الله موجود لو لم تفترض الله موجوداً أنا أقول لك يستحيل أن تبرهن أو تفسر أو تسوغ عاطفة الحب في الإنسان لماذا الإنسان يقدر على أن يحب سوى ذاته غيره من الخلاخ ليه؟ هو بالسر فقط نفقت فيه من روحي إخواني وأخواتي قلت لكم الطفل الذي يعيش معظم حياته وهو يتلمّض ويتشوّق إلى كعكة بعد أن يكبر وإن سالت عليه الأموال مجارية لا تنقطع لن يشبع ولن يرتوي سيظل ذلك الإنسان الطمّاع الكريه أيها الإخوة الذي يتغوّل على حقوق الآخرين لماذا؟ لأنه عاش طفولته محروماً العام مفاهمة هذا الخبرة فأوصوا أن يقترب الإنسان من غني افتقر وأن لا يقترب من فقير اغتنى صح غني افتقر سبحان الله نشأ في الغنة هو وافتقر يبقى كريم النفس عفيف النفس باسط اليد بالعضية حتى وإن كان ما لديه يعني هو جيء يسير بخلاف الفقير الذي يغتني الله أكبر الله أكبر يبقى كزازاً يبقى طمّاعاً وقد خبرنا هؤلاء لديهم الملايين والله يطمع في ملاليمك ما رأيك؟ والله لأنه فقير نشأ فقيراً ماذا أحب أن أقوله؟ أحب أن أقول والذي ينشأ محروماً من الحب لا يستطيع بعد أن يكبر أن يعطي حباً ولا أن ينطلق كمحب لذلك ومن هنا أعتقد أيها الإخوة أن هناك حالات ترين وتحيق بالجماعات فعلاً تمثّل حالات استعصاء حقيقية لا علاج لها إلا بانتظار النهاية استعصاء لا يوجد حل مثل قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض لماذا أربعون سنة بالذات؟ لماذا؟ نهاية هذا الجيل المشؤوم الجيل الخبيث بلفظ كتابهم حتى ينتهي هذا الجيل الخبيث ويأتي جيل آخر ربيا في وسط آخر بعقلية أخرى فهمتم؟ أنا أقول لكم عشان هيكة اللهم لطفك ورحمتك وغوثك وغيافك إحنا أجيال مُحبطة إنسانياً من هنا خوفي أنا تحليلي نحن أجيال فاشلة روحياً فاشلة عاطفياً فاشلة أخلاقياً بالتالي ولذلك علينا أن ننتظر لطف الله وفقط نحاول أن نوقف ماذا؟ عجلة الكارثة قدر ما نستطيع على الأقل بأن لا نشارك فيها فهمتم؟ والمعظم يشارك فيها المش قادر يشارك فيها بيده ويشارك بلسانه بكم كبيمة الحقد والتحريط انتبه يا رجل انتبه وانتبه على فشلك متى تدرك أنك الفاشل؟ أنت المحروم مش ذنبك صح ذنب أشياء كثيرة بس في قصة كبيمة ذنب أيضاً معصوب بجبينك انتبه أنت في النهاية كائن مختار أنت في النهاية كائن من هنا أهمية يا إخواني أن نعطي تجربة الحب هذه ما تستحقه من الاعتبار ما المهم جداً أن نتفلسف وأن نبدئ ونعيد في فهم هذه المعاني أيها الإخوة ليس بس نعقد دورات وخطب لا 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 نصبح فلازفة فيها حتى ننجح أن نكون ماذا؟ آباءً وأمهات ناجحين مربين حقيقيين حتى نورث هذه الأمة والبشرية جيلاً من البشر المشتقيمية السوية الأسوياء الفطرة والطبيعة لكي يكونوا متدينين حقيقيين وليسوا عاراً على الدين وليسوا عاراً على الدين أيها الإخوة هذا مهم جداً إخواني وأخواني أختم أيها الإخوة باللفت والإشارة إلى أن الحب كما قلت لكم من حيث هو حين يشتغل يشتغل عمومياً شمولياً كالبصر العجيب أيضاً أن أهل الدراما وأهل السينما والتلفزيون يعني الأفلام وأهل الأدب والشعر كلهم فهموا هذه المعنى الذي لنا نفهمه نحن كلهم فهموا في الدراما هذه تشوف المحب حين يحظى بلحظة وصال حقيقية مع من يحب يعود ينضح بالبهجة بالسرور يعانق العشب ينام على بطنه يعانق الأعشاب إذا رأى الشجرة أو دوحة يعانقها ربما يعانق عمو التلفون رأينا هذا في عجلة الأفلام رأينا عبد الحليم رحمه الله فنان المصر الشهير وعاد في فيلم مع شادي عاد على البسكاليت وقد حظي بهذه اللحظة التي لم يكن يتوقعها وينادي بصوت الرخيم يقول إيه؟ يا إخواني أو يا أهلي يا إخواني يا جيراني أنا عايز أخذكم فحضاني أنا عايز أخذ العالم هذا فن هذه الناس فهم العمق معناها حين تنجح أن تحب أحداً لا تستطيع إلا أن تحب ماذا؟ الكل فهمتم يا إخواني؟ فإذاً إما أن تحب وإما أن لا تحب لا خيار لك إما أن تكون كائناً محباً وإما أن تكون كائناً بغيضاً مبغضاً ديننا رسالة حب الدين الإلهي كله من حيث هو دين موسى دين عيسى دين محمد هو دين حب دين الرحمة وحب والرحمة أوسع من الحب حتى الرحمة أوسع من الحب لكن الحب في ذاته شيء له خصوصية له خصوصية لكن دائرة الرحمة أوسع وفصلت هذا من قبل إذن يا إخواني تنبهوا لكي نتعمق هذا المعنى الأخير تنبهوا أنه لولا سر ونفخت فيه من روحي تعملوا ما قدرنا على أن نحب أحداً غير ذواتنا وتقول لي ولا ابنك؟ ولا ابني شو ابني؟ ولا أي أحد تماماً كما أنه لولا سر ونفخت فيه من روحي ما كنا مؤهلين أن نجاوز المادة لنتساءل عن ماذا؟ عن موراء العالم والمادة ولم صحيح ونبحث عن الله لا إله إلا هو بسر نفقت فيه من روحي بسر نفقت فيه من روحي الله الذي وسع كل شيء رحمة وعلمه وكل شيء خرج من نبع رحمته ومحبته بهذا السر المنفوخ فينا صرنا لائقين لدينا الأهلية والاستعداد يا إخواني أن نحب العالمين أن نحب كل شيء والشمس والقمر والنجوه والكواكب شيء غريب بسر نفقت فيه من روحي لولا هذا السر يعني بمعنى آخر خذوها حجة جديدة جادلوا بها الملاحدة لكن تعمقوها تعمقوها الحب نفسه ديل على أن الله موجود لو لم تفترض الله موجوداً أنا أقول لك يستحيل أن تبرهن أو تفسر أو تسوغ عاطفة الحب في الإنسان لماذا الإنسان يقدر على أن يحب سوى ذاته غيره من الخلاق لماذا؟ هو بالسر فقط نفقت فيه من روحي الله المحب محبة المنح المطلقة المستغني الذي لا يفعل بإملاء ولا ضرورة هو الذي يعطي بغير مقابل هذا جوهر الحب هذا جوهر الحب نفقت فيه من روحي فيك من هذه الروح الإلهية من هذا المعنى الإلهي فصرت قادراً على أن تعطي بغير مقابل على أن تعتنق على أن تمنح وطبعاً هنا تفشر كل التفسيرات الإلحادية والتطورية يقول لك لا نفعل هذا من أجل البقاء من أجل السر غير صحيح يا أخي المؤمن المسلم الرجل المرأة يعطي هنا لأناس يعيشون في آخر آخر أسقاع المعمور لا يعلم أسماءهم ولا أعراقهم ولا علاقة ولا يعطيهم الفضلات انتبهوا في بعض الناس يعطي الفضلات معروف مفهومها ليتخلص ناحية قصادية لا 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 يعطيهم من حر ماله من كد يمينه وعرق جبينه يروات مئات وألوفاً يعطي أناساً لا يعرفهم ولعله لن يعرف أحداً منهم يوماً بأي دافع يعطيهم؟ الحب، هذا الحب الإنساني، هذا الحب الإنساني بعض الناس يناضل من أجل إخوته في الإنسانية في بلاد أخرى وأعراق أخرى وأديان أخرى ويموت صحيح؟ يطلق عليها الرصاص، يسفك دمه من أجل إخواني ما هذه المحبة؟ نفقت فيهم الروحي اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اهدنا لمختلف فيهم الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم إنا نسألك علماً نافعاً وقلباً خاشعاً وعيناً دامعاً ورزقاً واسعاً وعملاً متقبلاً ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ونعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة نعوذ بك من الحسرات والندامة إلهنا ومولانا رب العالمين جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين املأ قلوبنا وأفض علينا من رحماتك ومن محبتك واجعلنا محبين متآلفين في جلالك وبنورك وحشرنا يوم القيامة واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وآخم الصلاة وآخم الصلاة موسيقى موسيقى